نور صباح الأمل للتوانسة لكل صباح النور برهوم صباح النور صباح الخيرات للتوانسة ولمتابعين ضيفنا باقترب ما دي ساعة يكون عضو العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وعودة على جدل تقرير ديارة المحاسبات وظروف ربما وليسار في انتخابات 19 ساعة لنا تكون مؤسسة بمجموعة من الفقرات بعد شوية لتحكيات فاش تحكي اخير تسريحات في كلمة بكلمة ونخت مولكم بما قال اليوم شكرا على اختير كمانجية تسان 4.1 في تسلقوبر والكبان سيبون على صباح النور في نبل ورحمامت وطابعونا على 3WRADIOMETTUNISY.COM كل عادة توت سويت تلافة حكايات نبداو بيهم حساتنا لليوم اشتاحكي اليك يا مدرسة تي لطفي العماري فعلا مش نحكي على انيسة تي ياسمين السكلي معلمة في قصر الهلال وتحديدا في مدرسة الحاج علية صوة ياسمين السكلي تتحصل على جهيزة احسن ممثلة احسن معلمة في العالم في العالم في العالم مسابقة صارت في الهند بتبعات الحال صارت عن بعد وهي تصير معناها تحصل كل سنة كل سنة يتم اختيار احسن معلمة في العالم واختيار ياسمين لتفوز بهذه الجائزة جاء في مسابقة تعرف باسم مسابقة المعارف والمهارات الاكاديمية في التعليم قلنا ان المسابقة هذه انتظمت مؤخرا بمشاركة ميات دولة وقدمت ياسمين المشروع متاحها باسم اطفال العالم يطالعون حيث عملت هذه المدرسة بمدرسة الحاج علية صوة بقصر الهلال على توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال سرد القصة بهدف ترغيب التلاميذ في المطالعة من خلال تحويل رسومات ونصوص الكتاب الى صور رقمية متحركة وناتقة باسوات التلاميذ هما بيدهم يعني يتقمسوا الادوار ويتقمسوا الشخصيات متاع القصة وبطبيعة الحال استعمالات تربوية اخرى للهواتف هذه الذكية والحواسيب وتطويحها في انجاز التمرين المنزلية تجربة نموذجية لفيادة التعليم خذت اشعاع عالمي نتوقعوا ان السلطات التربوية في تونس بيشتن تباهلها يعني طريقة بيداغو جي جديدة جي جديدة على مستوى العالم يعني مانيش نحكيه فيها حاجة هينة ونشكره برشا يسمين السكلي مرة واثنين وما انكفوش ونقولولها حسنتي آنستي حسنتي سيدتي كياد المعلم ونيكون رسول الانتفاع لن رسول اليوم انك قاعد تحقي فيما يسمى بالانتقال الرقمي اللي الدولة كاملة تتحدث عليه لكن جاءت الكورونا وما شافناش منه حاجة كبيرة ها وعنا معناها كيما قلنا معلمة في مدرسة في قصر هلال تقدم المشروع هذه وتفوز بالجائزة لولا حبنا نحييوها نثمنوا المجهود المتاعها ونقولوا مزال في البلاد هذه ومعناها برشا خير وبرشا امل ان شاء الله يسمين السكلي نتحدثوا عليها كنموذج للشاب التونسي للمعلم التونسي للمربي التونسي التونس اللي اليوم رغم أنها تعاني إلا ديما فما فما زهرات كل مرة تخرج لنا زهرة من شيرة وهذي كقوة وحلاوة البلاد هذه قطع ضوو في البلاد هذه أما براهيم يوهولي بشهزنا البلاسة أخرى لا تفتحوا القمقم الحب الحية المعلمة دية مع كل الأسف أنه سنويا وقت اللي تم الاحتفال بيوم العلم يتم تكريم عديد الإطارات ولكن عمر هما اللي تلفتوا للمعلمين وللأسادة ولللمديرين في المؤسسات الطربوية بشكر مهم هاو مثالي وحتى ذا هذي المفروض كانوا تم استقبالها من أعلى حتى من أعلى هرم الدولة شي يبين يدهر وأنه هاي العناية بالعلم وهو روحنا التقات تنجرم تتفجر مش بالتفجيرات تتفجر معنا بالمفهوم الإيجابي للكلمة وكون عندها إشعاع في العالم نعم أنا بش نتحدث اليوم على مسألة وأتوجه في البداية بين دا لا تفتحوا القمقم لشكو لا لبواتو بندور معنا هي حكاية من الحكايات اللي كانت تروي فيها الشهر زاد ماما شهر يار قبل أن تسكت عن الكلام مباح وبعد تقوله الصباح رباح وهي شنية دعكي حكاية باختصار شديد حكاية على صياد طعن في السن يمشي كل صباح للبحر يرمي الشبكة والنهار من النهار تخرج قمقم فرح يحساب فيه كنز من الكنوز اللي قاعدين يلوجوا عليها البعض الهنا عن نعنى واختري افتح القمقم اخرجوا الدخان كثيفة الدخان ذاك اظهر فيما بعد عفريت مار جبار قالوا انا توا باش نقتلك يودي كيفاش يهديك باش تقتني فمتني وانا اطلقت صراحك العفريت النفريت هدايا هو من العفريت اللي عقبهم النبي سليمان وارماها في المحر وقالوا اقعد غديك نكاية فيه يورد حتى في القرآن الكريم وسخرنا له الريحة تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص وهي زادة تذكرنا ايضا بالميثولوجيا الاغريقية اللي وقت اللي تتحل تخرج منها جميع المساوأ وجميع مصائب الدنيا هذي يجرني الحديث عليها شان المدخل هذا هو التصريح المتاع السيد رئيس الحكومة وقت اللي قار راو باش نعتمد المقاربة والتمشي منتاع الكامور في الجهات الاخرى وسمى جهات دون اخرى سمى جندوبة وقفز على الكاف بشير القسرين وانساء بيجنبها القيروان اللي هي تجي في المرتبالولة الفقر سمى قبلي وانساء بيجنبها توزر لذا اليوم فما حراك بيشتشهدوا بعض الجهات في الكاف مثلا فما حراك اللي بيشتشهدوا والناس الكل والناس الكل بديت الطالب ايضا بيحق بالتنمية وباعتماد نفس التمشي تنسيقية الكامور يعني يحب يحب يسكر الماء وليحب يسكر الغاز حتى في قرقنا ناس يدعوا يقول لك احنا نسكروا الغاز الى غير ذلك فمتني هذا مع كل الاسف ويتزامن ايضا مع الحراك اللي تشهدوا الشابة اللي فما اليوم مجموعة من الشباب اللي قروا بالشحر قلطاليا اللي هما اساغر الفريق لأنه هما احتجاجا على القرار اللي تخذته الجامعة بانزال الفريق متاعهم للاقسام السفلة ويتهموا هما ايضا رئيس الجامعة بتغذية النعرات الجهوية مع الاسف حتى بعض الاسوات حتى من طرف نواب وسياسيين واللو يبخصوا في جهات اخرى واللو يتهجموا على جهات اخرى وهذا يخلقنا قد يخلق لنا نوع من الاحتراب بين الجهات وزيد يغذي النعرات الجهوية نحن في غنان عافا عنها تصريح السيد رئيس البرلمان راشد الغنوشي وقت اللقاء المادة الززازة الصدقة المادة الززازة ومالها حذاري ثم حذاري ثم حذاري راهوا الاحتراب الجهوي اخطر ما يهدد كيان المجتمع وكيان الدولة اللي هي بيدها بدأت تتهاوى مع الاسف للمعلومة حقا يبدو في اللحظة هذه بذات سيد رئيس الحكومة استدعى سيد توفيق المكشر رئيس جمعية غادي إلا ما يلقاه حل المعضة هذه واضح إن شاء الله موضوع للمتابعة دون كلوت في العمال تأكد بأنه في هذه الأثنين رئيس الحكومة يلتقي بتوفيق المكشر رئيسي للأشابة لمحاولة ربما يجد مخرج للأزمة اللي كبرت كبرت والتي كرة الثلج يمكن بدأت على مستوى معناها رياضي ولكن اليوم نقعد نجوف في قوارب تبحر من الشابة في اتجاه معناها إيطاليا في تحرك أساغن فريق نشوفه في الفيديوهات وإن وصلنا هنا الحقيقة حكاية اليوم مش تكون في شكل سؤال إن كاري بربي أقرأوا معايا الأرقام متاع وزارة الصحة الأرقام الرسمية كي بش تدخل الموقع ولا الصفحة الرسمية لوزارة الصحة نتبعوا لكل التحيينات اللي قاعدة تسير وإن الحقيقة قريت واحدة الأرقام ولكن بعد زيت عيات البراهيم قلتوا إيجا نثبته مع بعضنا وقت معناها عندك نفس مش هي مش قراءة معناها نفس الغزولتاء النتيج وإلا لا أحمد كنسماء تسمح تحط لنا الأرقام اللي نحكي عليهم وقت اللي تشوفوا التحيين تلقا وإخر تحيين 18 نوفمبر عدد الوفيات إلى غاية 10 نوفمبر 2100 حالة وفات عدد الوفيات المحاينة إلى 8 تعليل المتاع نهار 9 نوفمبر نلقا 2006 تزيد نثبت 8 نوفم نلقا آخر الأرقام المعلن عنها في 8 نوفم نلقاها 1920 يعني اليوم إذا كمش نعملو عملية حسابية بس نلقا في 24 ساعة عنا 90 ميت 90 ميت وتتجاوز ساعات 91 ميت 48 ساعة رقنا في 180 ميت متوفي بالكورونا الأرقام هذي اللي يمكن وزارة الصحة متحبش تكتبها نواغ سوغ بلوم يعني بالأرقام وتقول عدد الوفيات في 24 ساعة ولتلقا في صيغة المبلغ عنها المصرح بهائي لحدود بش ما تقولش عدد الوفيات في نهار براهيم موسليتي لا مع الأسف أنا بدي استغربت وقتلي نديك وبيدينا نحسب مع بعضنا صعب رابو يعني الصحة لأنك أنت تفطنت لها يلزم واحد محاسب يكا باش يشوف الحسابات هذه ساعة ناخدوها نحن بحشيشة وريشة وريب باركوتسا ونبدأو نحكيوها لها يعني هذا مؤشر خطير جدا يعني وشفت أنا قلت حتى في بعض التعاليق في بعض الجرائد أنه يقول روفما تضارب فيما يتعلق بمثالة الأرقام والأحصائيات وما فماش دقة كما ينبغي في الأحصائيات هذه وزادة ما فماش حديث وذكرناها في عدة مناسبات حديث من طرف المسؤولين في وزارة الصحة عن بقية الوفيات ناس فما ناس تموت في ديارها ما نعرفوش ماتت جراء الكوفيد ديزنوف وإلا ماتت موتة طبيعية بأمراض أخرى تعرف خير دليل على ذلك وأنه الأرقام حتى فما إقرار ضمني يمكن من وزارة الصحة ومن الحكومة بأنها ما هيش هي الأرقام الصحيحة تول بارح نصف بن علي تحكي على تطبيقة بش يعملوها بش توحد هي الأرقام المعلن عنها مصبتارات والكلينيكات والبلديات والولايات يعنيها الأرقام اللي عاننا اليوم هيش ديفينيتي ناس حيحة وشفنا حتى تظارف الأرقام ما بين وزارة الصحة ما بين منظمة الصحة العالمية في وقت ما معناتها منظمة الصحة العالمية قدمت أرقام مخالفة للأرقام اللي تقدم فيها وزارة الصحة تونسية إن الحقيقة نحب نحكي على حاجة أيضا اليوم في قيبس ربما فما حاجة مثيرة للإنتباس نحن نعرف النقص الكبير اللي عنا على مستوى طبيب تخدير والإنعاش معناها وسيد وزارة الصحة اللي وجه دعوة حتى للتوينسة الأطبي من الاختصاص هذا خاصة اللي نشهد فيه نقص كبير حاثة غريبة يمكن تلفت للإنتباس بترقيبس اللي هو فيه اختصاص طبيب وحيد متاع طب تخدير والإنعاش بالعار بالعام فالقت طب عنده بعض الظروف اللي خلت وربما سارع بتقديم استقالته فما كان من سلطة الإشراف إلا قبول هذه الاستقالة في ظرف أسبوع لعيتله لحكيه معاه لعليش لكيفيش خي قدمت الاستقالة متاعك استقالة مقبولة تفضل نطفي يعني اللي بعده يقعه يساعده في الظرف هذا اللي طبيب مختص الأنعاش هو تقريبا عملة نادرة ليس في تونس فقط بل في العالم أجمع يعني مفروض رأي كنز معناها تخبيه الدول معناها أكثر مئتين طول اللي خرجوا سمحني لطفي اللي خرجوا من هنا وموجودين في فرنسا أكثر مئتين يتحدثوا على حتى مئتين وخمسين معناها قلنا هذو مختصاص مطلوب برش الهو مختصاص دقيق وصعب جدا لان هنا شوف كيفاش يعني صراع العلم مع الإدارة صراع العلم مع البيروقراتية شو كيفاش هذا موصل لقدم استقالته في الظرف هذي إلا ما كما قلت أنت حبها استقالة رمزية احتجاجة على وضعية مؤكدة أنها أكثر من متردية حب يلفت الانتباه ملقى حتى حل إلا أنه يقدم استقالته عسا أن تحدث الصدى المرجوع وعايتونه يحيو معه جوستما لكن المصالح الإدارية متع وزارة الصحة في جهة جابس رحبت بالاستقالة أحنا توهم مع الناش مزيد المعلومات بيش نفهم الخلفية لكن خلينا نقولوا مفروض استقالة كيفا هكا تلف ثلاثي مهم وتتحدثوا عليها ونعطيوها ما تستحق وجاوبنا من دوب الجيها وهو يسمع فينا ويجاوبنا حتى وزير الصحة كما قلنا نفرقص عليهم بالفتاشة الناس هذومة يقدم استقالة وتقول له ربي عينك معناها وتلقى الخير هي وشنوها حالة اليوم في جيابس إذا قعدت هي بدون طبيب أنعاش جيابس اللي تعيش بتبعاتها بوضع معناها صحي رديء جدا بتبعاتها وتتلوث وغير وغير وتزيد توا مع الكورونا يظهر لي معلها وقاية باش المسؤولين الجيهاويين يزوا تليفون ما فيها بيس وعتونا المعلوم الصحيح مراجعة الإجراءات بها المستتي خلنا نقعد في الإجراءات اللي تم الإعلان عليها مؤخراً متعلقاوي تلكو الكوفيد اللي لاربعين تعلقاوي والرستورونات لكوفغوف ثمانية متعليل ما فهميش مراجعة كبيرة معناها ما فهميش ما تحسش توا مثلاً الحزمة من القرارات هذية تم اتخاذها بمعية القرار متأيقاف الدروس عشرة أيام وقتها اللي تزامنت مع الموند وعملوا لهم مكالبونب وسكروا لهم عشرة أيام لإعاد تعقيم المدرس مثلاً التليم ذا رجعوا بعد العشرة أيام ولكن ما هو مصير بقية الإجراءات معناها ستراجع معناها تذهب نحو مزيد من ربما إنها تدعم سيقعد تخفيف من حدتها ومن وطقتها ما فهميش هم ماشيين يعني في يعني الإجراءات هذه بالعكس احنا وقت اللي تبعنا حتى تصريح وزير الداخلية البارح يبدوني يأكد كونه روماسين من باشي زيدوا صعبوا في الإجراءات هذه وشدوا فيها وفما شفنا معناتها بأن مشاهو بيدوا أدى زيارة بانفوجئية دائماً زيارة فوجئية إلى محطة برشلونة وينفما المتروغة ديكا ولاحظوا أن فما هناك عديد المخالفات وعطا تعليماته للأمن الوطني على أساس باش يتشدد في مراقبة المخالفات اللي ما يحملش الكمامة ولكن وقت اللي يمشيها غاديكا ما قالش لنا السيد وزير الداخلية كيفاش يلقى الاكتظاظ في المترو وفي المحطات متاع حتى التران على أقل فما التباعد متاع الميترو ولا لا في الميترو تباعد متاع مترو لا ما فماش ما فماش حتى تباعد يعني ماشيين في التجديد أكثر ولكن المراجعة يبدو لي صعب جدا بالله أنا ذكر هذه بالنسبة للدراسة احنا وقفناها عشر أيام ونظام الأفواج اللي هو نظام هاجين ما لقينشه حتى في بلاس أخرى أنا الحق بحد ما لقيتش في بلاس أخرى نعتيك مثلا في الجزائر منذ حين كنت نقرأ في التعليق الواحد من كبار الأخصائيين الأطباء في الجزائر اللي هو عضو في اللجنة الوطنية الجزائرية يقول لا سبيل إليه بتضحى بمستقبل التربية متاعنا للحد من التفشي الكورونا والجزائر نعرفوها من البلدان اللي سكرت الحدود متاعها إلى حد الآن واليوم البارح وصل للعدد 1600 يعني تقريبا نفس العدد متاعنا ولكن مقارنة بالبوبيلاسيون متاع الجزائر يعتبر عدد ضئيل وهم يعتبروا عدد مرتفع جدا هم عندهم إجراءات أخرى وشفنا أيضا القرار اللي اخذها الملك المغرب محمد السادس اللي أول بلد في العالم تقريبا يطلق ما يسمى معناها حملة للتعقيم للتعقيم يعني الشاسع حملة والمغرب مشكوم من أول البلدان التي ستستورد اللقاح هذين متاع بفايزر لأنها هي يبدو زادة وأنها فما طبيب أخصائي من أصل مغربي موجود في المخبر هذين متاع بفايزر اللي هو من المساهمين في اكتشاف اللقاح هذا هاي على الأقل هوا عنا بحدان أزوز بلدان نحن اللي هما جيران وينتميون نفس المنطقة عليش ما نستأنسوس بالتجارب اللي بجنبنا ما نمشيش أخوي لفرنسا وإيطاليا وللولايات المتحدة وللصين اللي تفوقنا في العتادي والعدة كما يقولوها هوا بجنبنا عن الجزائر عليش احنا ما نشوفوش ما نستأنسوس بالتجاربة متاعها عليش ما نشاوروش عليش ما ننسكوش معاها هوا فما مسكر الحدود على فكرة هوا يعني وزارة الخارجية خرجت يعني بلاغ تقول ربشي تم رسمي بفتح الحدود مع ليبي نهار ربعتاش يعني ثلاثة أسابيع بالضبط بعد قرار السيدة رأس الحكومة وقت اللي قرروا أعلن قونوا باش نهار واحد واشنين أذننا بالفتح الفوري الفوري نعم بداية من نهار الانجوغة الى فالو فان فانجوغ لطف ايه لكن القرار موش قرار تونسي فقط وزارة قرار تونسي ليبي شوفنا اللي برح المراسلة تبسلية متع ليبيا رحكينا على معلها مفروض الدول اللي كانت تلعب وديبلوماسية تونسية خاصة المعاد ما بدأت الصورة تتوضح في اختيار كما قلنا أسماء القيادات الكبرى اللي بيش تسير ليبيا فالفترة الانتقالية واللي مؤهلة بش الدوم عامين نحكيه على فتح بشاغة رجل تركيا القوي في ليبيا الرجل هذا اللي كان عدو اللدود متع النظام المصري ومع ذلك مشاه في المدة الأخيرة المصر ومشاه ولا بش يمشي لأبو ظبي الإمارات بش يعطيهم الضمانات وهكا يتم دعمه معناها ليكون هو رئيس الحكومة الحكومة في ترابلس هل نحن تحدثنا مع السيداذة حكينا معاه شبكنا معاه رتبنا السيرة معاه هذا ما نتصورش لأنه كما قلنا غياب تام لتونس في المؤتمر هذا رئيسنا اكتفى بكلمة الافتتاح ومشاه كالعادة شد لقصر متاعه مؤكد أنه حركة النهضة تحرك برشا داخل المؤتمر هذا اللي كما قلنا يشهد أغلبية العضاء هما من الإسلام السياسي نحكي على 46 عضو والنهضة نعرفها كتحضر مؤتمر كيف نهك آخر اهتماماتها مصلحة تونس اهتمامها الأول هو مصلحتها كحركة النهضة ومصلحة تنظيم العالمي اللي تنتميله نرجع لحكاية الأرقام اللي أعطيتوها من اللول بتاع وزارة الصحة وانتي انتبهتي للمعناها النوع من المخاتلة في تقديمها واضح أنه الحكومة ما تحبش ربما تعطينا حقيقة الأرقام أو تقدمها لنا كما هي لأنها تعرف مع استفحال عدد الوفيات سيزيد الضغط عليها في الذهاب إلى الحجر التاب وهي لا تريد هذا الخيار اللي حسمت فيه منذ انطلاق الموجة الثانية فمعناها مؤكدا للإجراءات هذه بش تبقى كما هي المدارس اليوم نحكيه على 2180 حالة في المدارس متاعنا يعني ظهر حتى التمشي اللي مشيت فيه وزارة الطربية معطاش النتيجة المأمولة سؤال كبير حيرة كبيرة توا براهيم كان يحكي على النموذج الجزائري صحيح الجزائر معناها عندها مدة معناها تقريبا أشهر وهي في حجر تام لكن تونس اليوم ما عندكش مكانيات الجزائر ما عندكش موارد الجزائر تونس احنا مكورنين كما قلنا خلقي في العاشر سنين وزاد جاتنا الكورونا الصحية توا بعض الإجراءات ساعات روه ما تستحقش فلوس براه توا انت القرار اللي يخذوه واليوم ما زالوا يخدم به على أساس كي بتخدم الصباح وكي بتخدم العشية في الإدارات العمومية وكل شاي هاك بش تجي انت لك الوقت متاع خروج هاكم ودخول هذوكم تولي كين يأخذوا بوانت بالنسبة لناس الكل وتلتقي في الناس كل فتوا في عوض الصباح وعشية جروب بجروب أعمل نهار بنهار توا ينقص الضغط تمشي هنا مشي انت توا وين نحكي على روحي تمشي مثلا البلدية بش تعمل لجاليزازيون صف ما هو صف تمشي البوسطة بش تبعث مادة صف ما هو صف ما فميش ما فقل معناها قدام المستشفى كيف كيف يعني بصراحة ما تحس فما اجراءات انت فماش اجراءات لكن زي ده شنو الخيار لي خلي بقال مش ليزا ما تسكير احنا ما قلناش نسكره وقت لي ما يلزمناش نسكره في الموجة لولا وجينا توا ما سكرناش وقت لي توا يلزمنا نسكره لانو الفلايسات الكلة صرفناهم وقت لي ما يلزمش نسكره احنا في الموجة لولا يعني كي ماك لعمل منصة سواريخ بش يطلقها على بعض جهزنا الدولة والمعانات والهيبات معناها على حاجة تقريبا ما فماش اليوم كي استحقين الموارد هذي بش نسكره ما لقينه هاش وللأسف والناس الكل العالميين على سياسيين على برلميين حتى المواطن العادي اليوم ولينا على اطلاع على الحالة الكاريفية متاع المالية التونسية دونك عاش عندك خيرات كبيرة والله يفهم يا لطفي تو انتي شنو الفرق كيتخالي لريستوران القاوي محلولين والميكلة سوق بلاس يعني الطيوب الموجودة والمعون موجود والاختلاط موجود بعد ما تاكر ومس نفس الصابونة ومس نفس الغوبينة وغيره على حكو مثلا انتي تش متخليهم محلولين شو معناه تسكر له الاربع اخويا خليه مع الكوفروفاء اما اعمل اللي فغيزون ماياك الحد شو البلاس هز وامشي ما تسكر الهم شوما وما تعمل اكتير تخطي يوم انتي تسكر له الاربع شو معناه انتي هوا عنده من الثمانية ويستقبل في المحلات متاعه وفي القهو متاعه وفي العباد وقعدين ويستعملوا في التواول وفي الكريس ويمشي الفرج دير بشي حل ويمدد بوزماء اخويا اعمل انتي اللي فغيزون ماياك الحد وماياك وخليله محلول حتى الوقت الكوفغوفاء ان الحقيقة اللي نحس وانه راه مش بالضرورة اذا كان اليوم اراه التسكير بسفة ولكن الحقيقة نحس وانه فماش اجتهاد فماش ارتجال نوع من الارتجال في اتخاذ القرارات مع كل الاسف ويبدو لي وان فم شقوق بدأت تشق يعني اللجنة الوطنية العلمية ولا تقريبا نسف مساحات احيانا تصريحات متضاربة وكان عليهم على الاقل ان ينسكم مع بعضهم ومعادش الناس الكل تتكلم انا مش فاهم يجي الوزارة ويبدو كل واحد يقدم في معطياته ومعادش عليش عندك ناتق رسمي في الوزارة اما يتكلم الوزير او يتكلم الناتق الرسمية متاعه اللي هي نصاف بن علي مش على الاقل يمشي الخبر يمشي الخبر موحد ما يمشي كل واحد عند وراي كذا كذا ثم هدي بلاج ميدياتيك اللي قاعدين يروا فيه من طرف المسؤولين في وزارة الصحة ومن طرف الاطباء احيانا اللي موجودين سواء الموجودين في اللجنة الوطنية ولا خارج اللجنة الوطنية وكل واحد يحب يدلي بيدلو كما البارح الطبيب اللي استدعيني وانا استغربت انا في بيل يخدم هو طبيب انعاش وابط في القصاب وتسمع معناته ولا لا بعض الاراء وساعات احيانا اراء متضاربة وفيها اللي يخوف وفيها اللي ما يخوفش وفيها اللي يعطيك معلومة تتبحث عن معلومة صحيحة ولا لا خاصة بالنسبة المواطن العادي حتى بالنسبة اللي نحن مراشنا اخصائيين نحن في الاوبيئة ولا في الامراض الجرثومية ولا حتى في الطب ولا في العلوم مراشنا مختصين ولكن وقتين نطلعوا زادة على ما يقال وما يتم التصريح به في الخارج نلقاه وفماشتا شيء به كبير بينما يصرح به في الداخل وما يصرح مشكلة في الموجة الأولى كما قلنا وما كانتش النتائج معناها خطيرة كان ثم تسابق كبير سواء من المسؤولين او من قيادات اللجنة العالمية نحو البلاتوات الاعلامية وكانوا يعتبروها نزهة اعلامية اليوم كي ولا اختار ماثل قدامنا اليوم ارتفاع رهيب في اعداد الوفيات اليوم بدنا نتحدث على تحميل المسؤوليات هذاك عليش بدأت تضارب اولا في التصريحات وبدأت حتى بعض الوجوه تختفي من الاعلام بدأ الجميع يقفز من المركب استشعارا منه بخطورة الوضع وانه ماشي بشي استفحى خطوة يطلع رئيس حكومة يقول لك رانا ماشي للسبع لاي في حالته لا وزيد دارش قالت قرر ولي يحكي على انفراج الوضع الصحي رو قاعده غالط مش صحيح وانه الوضع الصحي يتجه نحو الانفراج وقلي كي مش قلنا احنا قلنا راي مشكلتنا الازمة قابلينها كي ما موجودة في دول العالم كل راي مشكلتنا في ازمة ادارة الازمة معناش مركزة ادارة الازمة معناها واحد رئيس حكومة والا رب وزير الصحة كان ينجم يقود هو المعركة هذه ويحتكر القرار يحتكر المعلومة ويحتكر معناها كل ماء يحيط بالكوفيد مش يكون عنا مخاطب وحيد هذا وللاسف مش موجود لانه وعيلا غيرها روما عشناها حتى في سابق السنوات مش الكورونا زيت فضحتها كل يتهرب من تحمل المسؤولية وهذا كعليش تم برش ارتباك وربما كي ما قال إبراهيم وقدوه نشهدوا انشقاقات ونجم تمشي حتى الاستقالات نعم نمشو لفصل اشهري وراجعينا اشهري لحاملت سوصون 4 فران في تونسو الكابان اشهري اشهري فاق دو بونار فاق دو بونار شوافة بسفيبة واللي في القلب نجيبها نجيب نشابه مالزينه مالعين طلباتك نعبو يخلو معرش طول اقرب الثيال قلب الراجع الكرسو طيب له واش عليك ده مع منتو جاية الوطن القبلي وتواتو اللي حياتو ما في لديك مع منتو جاية الوطن القبلي اللي برنا عند هسرارها انتش سوكودال نجحت الباك وقالولك مبروك اماك جاية ورقة التوجيه حيروك لكل سوبريور بريدي دو تكنولوجي اي دو منجمنت ان بلا سنتقل في تونس سوبتك تنجم تكون هي احسن اختيار دي لسانس دي مستر ادي سيك بخيباراتوار دي مستر للمزيد من المعلومات والاستفسار كلمون على ستو عشرين سفر خمسين سفر واحد وخمسين والا زوروا موقعنا www.subtec.n سوبتك ستتدعي ومتابعة آنية للأخار الجهوية والوطنية بقراءة مختلفة وتحليل دقيق ميديمت كل يوم من الثنين الجمعة من الصنار المصعاتي بعمل لطف الأعمال على راديو مال ميديمت لخبار الصحيح والكلمة حرة أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع أهم التصريحات توتسويت في الكلمة بالكلمة الكلمة بالكلمة حكينا على المسئولية جستمو خروج علامي لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وحكي على فيه على المسئولية نسمو مبعث مبعث حزبا بنا وليس كنا معنا النهذية المتعقيق بقول حملنا مسئولية أنا ساعة تمسك بس فتسو أنا أهلا صحيح سو ليس كي تجي اقتلزيزازيون صوصيال في جهة من تخبض على كل قاعدنا السرطة في بينا لهذه الكل سرعيش المعطاية الدمكانزي كل كرانا عملنا الكنسة عنا المعطاية احنا كمقال السحب بتاعنا فيه طياري فيه ثوري فولنا نوفقه وليه نتاج في المقطاع انا كي انا كي ما الرئيس تخبي كل معناه معناه يا الرئيس امان وا بعد مشيت لومكه ما كانش سمه تليف اه نرجع لك اعتقد حتى اطلتناش بما فيه الكفاية انا عندها اه انا بجنبها اعتقد يوسف الشيهد رئيس الحكومة الاسبخ يقول احنا حزب مسؤول مع الناش المعطيات هذي يا سينورانا كنا تصرفنا اوترمان يقول اطيار الديمقراطي ما عندوش ذوق بعد ما حكوم معنا مشي شكابينا اطيار الديمقراطي شكاب الناس الكل شكاب الناهذا شكاب عبير وشكابينا نحنا باي ايدي ما عندوش ذوق اه مشكلة شنوه طيب كتسمع الكلام هيدا شتقول انت تقول انو وكانو سيوسف الشهد بسيفته رئيس الحكومة السابق يحب يكرس مبدأ وعقلية انو رئيس الحكومة اللي يخرج اللي يجي يتستر على رئيس الحكومة اللي مشاء وهكاكا معناها نواصلوا في نفس التمشي وللي نواصلوا للوضعية اللي احنا موجودين فها تقريبا على جميع المستويات واليوم فما اجماع بانو الوضعية يعني بتنجل مش تكون افسد واخطر وافضع من الوضعية هذه دون كذا البلاد ماشي الهاوية واحنا مازلنا نحكيه على الضوق السياسي بصراحة سامحني هنا بالعكس انا انحيي محمد عبو انو امتلك الشجاع ليعطي لنفسه خروجا مشرفا ويكشف حقيقة بعض الملفات اللي من باب الضوق السياسي رؤساء الحكومات المتعاقبة قاعدين يتسطروا عليها احنا اليوم ما حاشناش برئيس حكومة يتسطر على الملفات حاشتنا برئيس حكومة يفتح الملفات يصار حتى توانسح بحقيقة الملفات واذا ثم ملفات يلزمها تمشي للقضاء هذا ما فيشه حتى شكه ما يلزمش يكون فيه حتى تردد يعني تخيل انت نحكيه مثلا من جملة الملفات اللي كشفها محمد عبو وقدمها للقضاء ملف معناها متعصى فقط سلاح فاسدة في وزارة الداخلية هل يعقل انه الفساد في تونس يوصل لحد التلاعب بالارواح ارواح الامنيين اللي معناها هما مقدمين معناها في الصف الاول ومتحملين المخاطر الاولى يهز غدوة معناها السلاح متاعه وماشي في باله بشتارة الارهاب والارهابيين واذا بيه يلقى في يده سلاح فاسد علاش لانه السيد اللي عمل السفقة ولا توسط في السفقة ولا التاليفون اللي جاء وخلى انه فلان هو اللي يخذها وما يخذهش فلتان هذا معناها لتحقيق مغانا مادية ارخص منها ما ثماش فيها يوسف شاد انا اعرفش بنا حياة قاعد يتحدث اذا الظوق السياسي هو تسطر على الفساد تسطر على السراق تسطر على الخوانة نحكو على السلاح فاسد فنحكو على خيانات عظمة فماذا بينا معناها امثال محمد عبو حتى على الاقل يكون مرور واحد حكومة مرور مفيد صحيح ما بقاش اكثر من سارة اشهر صحيح انه هو بيده مستقبل السياسي يعني تحط كما نقوله في الميزان لكن يكفيه فخرا وشرفا هذا الرجل انه يخرج فضحة وكشفة اربعة او خمسة من كبرى الملفات بما فيها كما قولنا ملف هذا ملف حركة النهضة ملف القنوات والتمويلات وغيرها اللي لا يوصف الشاهد ووقت اللي معناها كان مصطفى مع حركة مع حركة النهضة كان يتجرى انه يكشفها معناها ومالقناها زعيم كان في حالتين شفيق الجراية في الحبس ومن بعد ولا الانتقاء معناها مقاومة الفساد حسب على كارت يعني انتقاء الناس وتهديد رجال الاعمال لضمان التمويلات وغيرها فكلام صراحة مؤسف لا اكثر والعقلية مسموح لي رئيس حكومة سابقة نقول وقت اللي كنت نحكم ما كانتش عندي هالمعطيات هذية على ذاكها ما تصرفتش كنت نجم نعمل حاجات اخرى انحب اقول كلمتين فيما يخص يوسف الشاهد هو قعد اكثر مدة اللي قعدها رئيس حكومة تقريبا ثلاثة سنوات ونصف وهو كان الجزء الاكبر من الازمة اللي قاعدين عايشينها حتى لليوم متداعيات الخطيرة متاعها على جميع المستويات على المستوى السياسي الرجل عدا عامين ونصف تقريبا في خصام سواء مع الباجي قيد السبسي او لما حافظ قيد السبسي وعنده نزعة انتقامية شفناه كيفاش بهذل اذنة بتبهذيل حافظ قيد السبسي في المطار بعد وفاة والده وشفنا ايضا كيفاش طريقة متاع اقالة الوزراء اللي كانوا يخدموا معاه ناجي جلول الطريقة المهينة اللي قالوا بها ثم بعد العملية اللي صارت مع عبد الكريم الزبيدي كيفاش صارت مقاعدة بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد هاونا اعطيني الجهيناوي اعطيني العفو ان عبد الكريم الزبيدي نعطيك الجهيناوي شفنا ايضا الضغوطات التي كانت تمارس على وسائل الاعلام وعلى الصحافيين مع الاسف كونه بشي جي رئيس حكومة عدها الوقت هذا الكله ويقول انا ما في بريش بالملفات ملفات هذه القاسي والداني كين يعرف الملفات هذه كالكل يعرفها ثم انه فما حاجة اخرى يوسف الشاهد وقت اللي انشقى عن نداة تونس وهو الذي فلق نداة تونس انشق عليه وهز اكثر من اربعين نايب ستة واربعين نايب بش يعمل بهم كتلة ثم بعد عمل الحزب وقال هذا الحزب اللي بشي ولد كبيرا ولد كبير الحزب ذايا وجابولوا وقالوا في القاعة الرياضي متعرادس وما ادرات عبوها وقالوا الحزب ذايا ولد كبيرا ومشي حكم واحد ولانه مش تحصل على 109 في الاخر تحصل على 14 وتوقع عشرة فقط هذا مع الاسف يعني انا نقول عليش خارج توقع يوسف الشاهد ثم انا شفناها كونه طريقته يعني كيفش يدافع على رئيس الجمهورية وشفنا حتى الطريقة الذليلة اللي كان يتعامل معها وهو فترة هذيك الى حين تعيين رئيس حكومة جديد اللي بشيخلف واللي هو يعني الياس الفخفاخ واللي هو شدة صحيحة باش يتعاين الياس الفخفاخ شفناها كالطريقة كالتذلل لرئيس الجمهورية وحتى الناس الكلة كتبت وقالت وصرحت انه لو كان يطمع مش يطمع الى الحصول على منصب سواء في رئيس الجمهورية او حتى منصب دبلوماسي مع الاسف الناس هذه عليها كانت تسكت خير لان يوسف الشاهد عمر مزار صغير ويحسوا انه مستقبل السياسي اصبح وراءه يعني 46 سنة يحسوا انه هو مستقبل السياسي انتهى في حين الناس تبدأ توا مع الاسف كان يمكن ان يكون ان ينجح في مساره السياسي ولكن شفنا تاريخ التعامل مع المرحوم البيجي قايد سبسي ما ننساوش مع ايضا نيدا تونس ومع عديد الاطراف الاخرى اللي تم ابعادها واقصائها من الدائرة الضيقة متاعه ما يقولش ليه الكلام هذايا ونعرف ولو حتى هو ما كانش مختص في الاقتصاد كان مختص في الفلاحة كان نجم يكون انكسيلون مينيستر دولاجري كولتور ولكن مع الاسف ربما لان جاك شيراك في الوقت ما كان بدأ حياته وزيرا يعني للفلاحة هو كان كاتب دولة للفلاحة وانتهى رئيسا فيما بعد ولكن نيبا جاك شيراك كيف هو من باب قلة الضوق اللي حكي عليه سي يوسف الشهاد نذكر سي يوسف انه هو اللي آذينا بفتح تحقيق في وزارة الخارجية بعد خروج سيد خميس هينيوي اللي كان معاه وزير في حكومة يوسف الشهاد نذكروه اللي هو طريقة الملتبسة اللي اقال بها لطفي براهم عندما التهوما ظلما بانه معناها يقوم بمحاولة انقلابية واهد يوسف الشهاد هذا العزل لحركة النهضة اللي مزيد التقرب منها ولي يؤكد لها انه معناها اه امين ووفي لها ما نحكيه وش على اللي عمله في وزارة الطاقة مع انور بن قدور وحتى مع عبيد البريكي نونك لا يحق له ان يتحدث اليوم عن الضوق السياسي هو يوسف الشهاد اليوم كيفش نجم رئيس الجمهورية الحالي الاستاذ قيس عيد يعود يربح منذ اخرى لو ترشح في الفين واربا وعشرين النائب عن التيارة الديمقراطي نبيل حجي يعطيه الفكرة نوعنا تندوي لابيرش فرصة اخرى لسيد رئيس الجمهورية انه يقوم بهذا الدور المبادرة متاعنا تمنحه هو جديد في المشهد اذا كان ننجحه في الحوار هذي حتى على قيس عيد سلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية باش تتبدل كان ننجحه في الحوار هذا اولا فرصة لتونس باش مع بعضنا نشوفوا حلول على مداع القليلة متوسط راموش متاعش بنعم في قانون المالية اليوم هو هذي لي ذرنا في المدة اللي فاتت اليوم عندي عزش كيفين في مية قرض من هنا من البنك السنترال ماناش نغزروا لتونس عام 2030 ولا عام 2040 اولا فرصة انا نقعدوا على نفس طاولة نشوفوا حلول نتوافق عليها وتضحيات نتوافق عليها خاطر ما غير تضحيات ماناش بش نخرجوا من الازمة هذي وفرصة للسيد رئيس جمهوري اولا انه يكبر كابيتال كنفيانس متاع وثانيا انه علاقته ببقية الطيف ولا المشهد السياسي نحكي اساسا على رئيس الحكومة ورئيس المرسنوب الشعب تتحسن شكونوا غضوة راو الحوار هذا كان نخرجنا به بنتائج إجابية ناس كل مش تخرج راحة حتى حد ما بش اخرج خاص ندعوه انه يلتقط اللحظة خاطر تونس بش تربح منها هو بش يربح منها والمناخ السياسي كله بش يربح منها دونك الكورة عند رئيس السيد رئيس الجمهورية بش يعمل حاجة عمورة متعملت في تونس اذا كان ينجحوا فيها حتى بمنطق ماذا ساكسب سيكسبوا كثيرا سيكسبوا موضاع اخر في 2024 كان ينجح رئيس الجمهورية في ادارة الحوار الوطني فانو بش ينجح وانو يعاود موضاع 2024 والله العظيم كل مرة تسمع غريبة في البلاد خاصة انك تجي من انت وشخص كمسي نبيل معناه اللي خمستنستش لوت تسمنا فيه مو فما احنا كل مرة معناها الطعف اللطخة في وجارة اللطخة والصفعة في وجوهنا في وجارة الصفعة كل مرة تقول هاي هاو فما اجيل جديد من القيادات قاعد مانا هي يبرز هاي تندزوا معاهم تيما وقلبنا دم على البلاد يا ايمان برب ليه مو زاد الثبات عن الموقف ما يش سيمة في تونس اليوم خد زاده فما برشة نيح ميحي ما على رياح معناه انا والله معا انو الانسان بطبيعة الحال ما يتغيرش صحيح لكن يلزمو يتطور لكن فانا اتجاه تتطور يعني هل انو سينابيل يرى انو اداء رئيس الجمهورية بعد عام واش من دخول القرتاج يخلينا معناها ناجدوه بش نزيدو معاهم خمسة واسنين اخرين بعد الفين واربعة وشرين يظهر لي وقتها نولو ونحكو على دولة اخرى ربما ما كدو ول اللي كنا نقرأوا عليهم في الف ليلة وليلة ما نحكوش على تونس احنا قاعدين نخمو كيفاش باش نكملو هالا ربع سنين الاخرية لمزالو مع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلع لك قيادي كيفن هكا يقول لك احنا كحزب جريح الحكومة السابقة نحبه نرجعه ونتموقعه في المشهد السياسي باش باش نرجعه بمبادرة اقتصادية معناها اللي تقصي حتى ربما المضمون السياسي اللي في اعتقاديان اليوم اذا عندك اقتصاد منهار وخاطر عندك سياسة رديئة اليوم لا يمكن النفس السياسي عن الاقتصاد ايه ولكن لطفة متحسش وانو المقترحات والتندنس اللي جاية من عند التيار وحركتش وخاصة ان التيار هنا وكأنو ماشي في النزاعات الانتقامية نتيجة نخروجه من الحكم عن اليوم حركة النهضة بقيت الاطراف مشيش عنده مشكلة والحكومة هذي عنده مشكلة مقايز سعيد ها واحنا ندعم مقايز سعيد انا قلت لك جرح الحكومة الاخيرة خاتلتوه واختي يجي الاقتراح هذا شعام مثلا في المقابل اعطاه انه بالامس القريب رجل غانوش يجمع كبار الخبراء الاقتصاديين في تونس فيما يشبه مسودة مؤتمر اقتصادي وحوار اقتصادي واجتماعي لانه معناها مباشرة هذي يجي بعد لقاء قيادات الطيار والشعب مع رئيس الجمهورية اللي يتحدثوا على امكانية ترأسه لحوار اقتصادي اجتماعي باش تفهم اللي اليوم هالطرف هذا يسعى للتشكيب على الطرف هذا تصفيت حسابات معناها من الاسبق كما نقوله احنا هذو ما يستقوعه برئيس الجمهورية الطيار والشعب وما اللفها لفهم حركة النهضة وقلب تونس ومعهم هشام المشيشي يتخندقوا مقابل رئاس الحكومة شفنا حتى من خلال ظاهرة الكامور ومعناها خواتيم ومخرجات الكامور شفنا حتى سطو على برنامج اللي وقفت عليه سردية قيس سعيد في السنوات هذه كلها معناها الشعب يريد انتم تريدون ماذا تريدون مبروك ما تريدون شفنا راشد الغنوشي يطلع ويقول من حق كل جهة انها تستفيد هي اللولة بالخيرات متاحها وما يخرج كما الصدقة هذا كله يلخص فلسفة قايس سعيد يفتكها منه هشام المشيشي يفتكها منه رجل الغنوشي يفتكها منه بطبيعة حال نبيل القروي في المقابل يعني عنه هوات سياسة بسدد الصراع ليس على مصلحة البلاد بل على مزيد أولا من تصفية الحسابات والأخذ بالثارات القديمة ثم لإعادة التموقع والراجل واللي يحكي لنا معناها على رئيس الدولة ينجم يترشح ويربح في 2024 وكأنه الكسيد مش مونقولش كلم أخرى اللي نعانيه فيه توم النخبة السياسية برئيس الدولة وانتهابتها معناها مثال يحتذا به نبيل الحجي ويكفي أن الرئيس يتشرف بشي يشرف على مؤتمر اقتصادي اجتماعي باش غدو نصبحهم علىها العصافير تزقزق وورودها تزهر ونطلع انهلوا قدام القسار سيقايس يا ربي عاود ترشحنا في 2024 قريبا نقول انهم تستحوا ففعلوا ما يشئتوا بلاشي نجم يقول قايس سعيد مرشح الطيار في 2024 نجم يترشح واحدة ولي رشحوا الطيار هو الطيار طوي بيقترب شائن فشائن من قصر كرتاج وشوفه تقريبا هم الواحدين اللي يستقبلهم رئيس الجمهورية قايس سعيد يعني من بين المسؤولين في الأحزاب السياسية شوف هما فتل فرنسا يقول كينوفيريان اللي ما يعمل حد شي ما يخاف حتى من شي هذي ذكرني فما تصريح فما فرنسا اليوطار كان وزير دفاع في حكومة التعايش بتاع بلادور مع ميتيران من 93 الى 95 فرنسا بلادور عمل الكتاب عاود قلولوا في الأسبوع اللي خرج الكتاب متاعوا هما غادي كالسياسيين متاعهم يكتبوا برشا مش كالسياسيين متاعنا يتكلموا برشا عاود قلولوا رو فرنسا ميتيران في بارك فرنسا ميتيران قرأ الكتاب يعني رأوا هذي دليل على انه السيد ما يعني فيه شي وفعلا مرتين مرتين فترة المقارنة ايه خلينا انا عطيت مثال اكتر على اقل لا في فترة التعايش لا 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 فترة التعايش نحكي لك فترة التعايش ونعرفوا احنا انه فرنسا شهادة تزوز فترة التعايش في عهد ميتيران لولا من ستة وثمانين ثمانية وثمانين وقت الشيراك وربح ميتيران ربح شيراك وفترة الثانية هي هذه نحكي وعدها اذا كان انسان يقدره ما حد شي لا ما يسين له حد شي ينجم غدور حي تلقاه يقد هو الرجل النظيف الرجل النزيح الرجل الذي لم يظلم احدا الرجل الذي ظلم في عهده العديد ولكن لم يظلم عنده احدا لكن ينجم غدور حي تلقاه هو رئيس هل يحكي عليه الطيار من جملتهم سي نبيل حاجي هذا مشروع متاعه محسن مرزوق عليش نكذبه علي احنا متابعين للمشهد السياسي بكل تفاصيله اول واحد نادى به المؤتمر حوار وطني هو محسن مرزوق حوار سياسي اقتصادي اجتماعي طاوة جاء الطيار يلزم في عوض يقول احنا ماذا لن نتبني هاو المشروع هاو نمشيو فيه الناس الكل لا ها تنشرمت منه الجانب السياسي ونرده اقتصادي اجتماعي ونسميه متاع المؤتمر امتاع الطيار ونمشي نتقرب به الرئيس الجمهورية هاو اللي يخلى البلاد ما تتقدمش هاو اللي يخلى الامور ديما مدردرعة هالحسابات الصغيرة يشكون كما قلنا يشكب على صاحبه لون يشكون يسطوا على فكرة صاحبه هاو سيد يا رئيس الدولة قال لاني بش نشرف لا على هذا ولا على هذا الراجل بطبيعة الحال قائز سعيد يتمعش من الانسداد السياسي الاقتصادي الاجتماعي اللي موجود ونقولولك يا سينابيل اللي انت توعد في الرئيس باش يعاود من ده ثانية ربما ما في مخ قائز سعيد انه يحب يوصل لالفين واربعة وعشرين والبلاد في الوضع المتردد هذا وربا وقت باش وقت هيقول انا هاني خاتي هاكم شفتوا الحزاب والسياسيين اش عاملوا دونك وقت هي نجمي ترشح يعني هسابات قل ما يقال فيها ان هتافها انها لا تبشروا بخير يعني الهم الكل ناقشوا فيه حتى على مستوى التنظير والاستشراف مع الناس هميني ماما حميش وتبيعنا حلم على الاقل ورؤية ومشروع باش نستفو حولها عن اي رؤية ومشروع تتحدث ولي صار البارح ربما في مكتب المجلس نسمعوا مبروك رشيد ماذا يتحدث مسلمت منها لسامي عبو لسلم منها خالد الكليشي لسلم منها مبروك رشيد لسلم منها حتى واحد من الناس اللي كانت عندها مواقف واضحة وقت لي هي ما نعرف واش بالتالي السيدة هذي اشتحب تحب انو ترذلونا جميعا واحنا ما نسكتوش على من يريدو ان يرذلنا نحنا ما نسكتوش على كل ما هو حق ما عنداش حق عبير موسى ان تقف الباب وتمنعني بالخروج ما عنداش حق ان تمنعني بالقوة هي مجموعة بالخروج والتوينس لشو يصفقو يصفقو العبير موسى يصفقو له على شنو على ماذا تحبو نرجعو لتالي نرجعو للماضي الماضي التوينس العقلاء وفيهم التجمعين العقلاء وهم اصدقائي وهم وطنيين من تراز اول ما يحبوش الرجوع للماضي يحبو البلاد نبنوها على ما هو وطني صحيح وعلى مجازات الدولة الوطنية ونبنوها على مزيق تدعيم الديمقراطية مش عال الدكترورية ورجوع للقلب بالتالي يعني انا شو نطلب منكم مش الذباب الاصلاء ازرق ولا الذباب البنفسجي الزوز مراقبلهمش نطلب منكم ان يكونكم اتجاهكم اتجاه الرايرة الوطنية الحامرة والبيضة النجمة والاهلال وما هوش ولاة لعبير ولا غير عبير عبير امتى على حق احنا معاه وعندما تكون علابات ولا تريد ان تهين الجميع وترذل الجميع احنا مراقبلوش بينما يرذلون لوت في العماري الخليفة تتواصل تحت قبط البرلابين سوين في الجلسة العامة ولا في الليجين ولا حتى في مكتب المجلس تتواصل وتاخذ معناها منحة خطيرة بصراحة لانه اذا ثم حديث على تبادل عنف فمن نجموش معناها مندينوش وبتبيعة الحال هو نفام خلافا لما قالوا سيدراش الغنوش انه الامور ما وصلتش لحد التقاظف بالكراسي وإلا سقوط جرحة قالها وهو معناها في منتهى السعادة واكل ابتسامة اللي شفناها الناس الكل كما قلنا من مؤسف زادة انه الخلاف اليوم بين الوطني دستوري الحر وبين السيد مبروك كرشيد اللي مفروض هم يتخندقوا في نفس الخندق في محاربة الاسلام السياسي وخاصة تفرعاته لكن هنا زادة ما يلزم حتى حد يزيد على ريادة ووضوح عبير موسي وحزبها في هذا التمشي الأقلم هذا يا خلينا نقوله هو أصبح تقريبا حكر على عبير موسي لأن عبير موسي قاومت ضحات تعرضت العديد المخاطر عتصمت باتت ليالي وليالي في مجلس نواب الشعب وإلى الآن ما زالت معناها حياتها وحياة عضاء وقيادات حزبها في خطر الماضي النظالي اللي راكمته اليوم واللي حق لها أنها تكون هي زعيمة التصدي للطيار للإسلام السياسي بكل معنى تفرعاته وامتداداته هذا قلم ربما يريد البعض أن يسطع عليها أن يشاركها فيه إحنا ماذا بينا تكبر الرقعة متاع الناس المتصدين للطيار الإسلام السياسي لكن بشرط أنه ميكونش اتساع من باب التموقع الجديد من باب التكتيك السياسي بل تكون مسائل معناها ومواقف مبدائية وقت يتعللك عابير موسي وتقول لك أنا بش نمشي نعتصم في شارع خير الدين باشا أمام مقر وفرع من فروع التنظيم العالم لإخوان المسلمين المتنظيم القراضاوي اللي قاعد يكون في مكونين اللي هم غدو بش يسمح هم دارسين في مدرسة الرجاب بكلك الفقه التكفيري اللي نعرفوه الناس الكل هذي ماذا بينا نشوفه مبروك ورشيد في عملية كيف نهكها ووقتها ربما نولو نحكيه على ابتساع كما قلنا الصف المعارض للإسلام السياسي بالفعل وليس بالقول أنا ما حبيتش كونه يصير هالتصادم بين عبير موسي وبين مبروك ورشيد لأنهم هما فما تقاطع كبير بيناتهم خاصة فيما يتعلق يعني بمواجهة الإسلام السياسي ومواجهة حركة النهضة والشي هذا أنا تبعت تصريح متاعها البارح وحضورها في أحد القنوات التلفزية الخاصة وتقول أن هي يدها مفتوحة إلى الجميع في طار إذا كان اتفقنا في مواجهة الإسلام السياسي وفي مواجهة أيضا المخاطر التي تتحدق بالبلاد أنا راني معاكم حتى إذا كان المبادرة تكون من عندي أنا وأنتم تجيوا للمبادرة تأخذوها من عندي أنا أصطف وراءكم ماذا بينا هالمشحنات اللي تصير في المجلس وخاصة داخل مكتب المجلس اللي مسيطر عليه مجموعة معينة خاصة حركة النهضة أن دي ما عادش نشهدوه وما عادش نبرزوه ما عادش تظهر لأن هل طرق الوضع متاع البلاد حاليا محتاج المواطن التنوسي باش يتبع فما عاركة صارت بين نائب ونائب ودزني وما دزنيش ولا ضربني وما ضربنيش ولا سبني ولا ما سبنيش هذا غير ما عادش مقبول تماما احنا ماذا بينا النواب الكل وبدءا بعبير موسى والموسي والخطاب متاعها سمعت والبارح وانا من الناس اللي استحسنوا نوعية هذا الخطاب ومبروك رشيد اللي زادة فما أنا شخصيا نكن له كل الاحترام أنه نرتقي وفوق مثل هكذا مشحنات اللي راهي لا تجدي نفعا واللي هي راهي معتها المواطن التونسي وقت يشوف يزيد يشمئز ويكره أكثر فأكثر هذا المجلس اللي وصل أحيانا إلى القام على الأسف كلمة أخيرة نقول فضاعات الإسلام السياسي والكوانث اللي قاعد يرتكم فيها في حق البلاد تخلينا تخلي البلاد مستحقة لعبير موسي المبروك رشيد والي بقيت معناها فاصائل الطيف السياسي في تونس وحسنا لنا تكبر وتتسعى الجبهة نعم نختمو فيسعة فيسعة بما قال اليوم المشاغل الحقيقية اللي تهمت اليوم جيهات تنطف ضد المشيشي القروين والكيف وسلينا وتوزروا قيب سوبيجة قرقنا وقف الإنتاج وإضراب يومين تحركات في الكيف تحركات في القيروين بين تنديدي من الاتحاد الجيهة والشغل بي توزر على عدم ذكر اسم الجيهة في المجالست الجيهة وي الخاصة بالولايات اللي بشيسير في قدم الأيام وقت اللي حكا هي شام المشيشي هل نحن على أبواب حراك اجتماعي ربما ورد فيه نفسه يشام المشيش رئيس الحكومة لوت في العماري فعلا لأنه تصرف بكثير معناها من الهواية السياسية مع مسألة حساسة وحساسة جدا أنت تعرف أنه البلاد توا عندها سنوات وهي معناها على كف أفريت وتنتظر بعض الجيهات بعض الأطراف في معناها اشتعال كما نقول القضح الأول الأولى أنت أعطيت الفرصة هذه نحن بطبيعة الحال نبهنا حذرنا وتسبين على خاطر الشيء هذه وتحملنا وكنا نعتقد أنه الناس اللي بيدهم القرار في البلاد أكثر معناها كيفاش نقول وراسانة وتقدير لتبعات الخراجات الأعلامية اللي قاموا بها اليوم عندك بلاد مفقرة عندك جهات محتاجة ما تنجمش اليوم تلوم الكافية أنه مخرجوا يطالبوا بحقهم في التنمية ما تلومش القراوة ما تلومش البنزرتية ما تلومش أولاد قفصة ما تلومش إذا أنت طلعت وقلت أنا عندي وصفة سحرية نجحت في الكامور وشوفنا كلفة المادية متاحة ما عليك إلا سيد رئيس الحكومة إلا أنك معناه تشع بعبقريتك السياسية هذه وبما تحويه خزائنك المالية على بقية تلجيات وكفى المسلمين أشار القتال في النهاية هذا حلمنا بصراحة إذا هو قادر باشي حقه بجرد قلم فحب ذا فحب ذا أنا من الناس كنت من الأوائل اللي رحبت بتعيين هجان الشيشي على رأس الحكومة بسببيني رئيسي هاي السببب لولاني هو ابن مدرسة الجمهورية وابن الإدارة التونسية واثنين جاء من جهة مفقرة واللي أكثر من ستين سنة ما عطاتش رئيس حكومة كنت أتمنى أنه يكون الخطاب متاعه عنده أكثر واقعية ويبتعد عن هكذا يعني خطاب اللي من شأنه كما قلت أن يذكي النعارات الجهوية ثم أنا أطرح سؤال الخروج متاعه في القزرنة بتاع العوينا علاش توتسويت ومجزمة دي ساعة لك وتكار رجعي لاستقبل ذيفنا وعضو الهيئة العلي المستقل للانتخابات في رقب عسكر